بعد انتهاء زيارتها إلى مدينة شانهاي مؤخراً أجرت سفينة الحراسة كوربي تابعة للبحرية الفرنسية وسفينة جوجو تابعة للبحرية الصينية منورات مشتركة في بحر الصين الشرقي خلال المنورات أرسلت سفينة الحراسة كوربي التابعة للبحرية الفرنسية فريق الصعود حيث صعدها ستة أفراد من الفريق إلى سفينة تجارية محاكية بالتعاون مع القبطان والطاقم لإجراء مناورات القبض ثم أرسل الجانب الصيني فريق الصعود ليصعد إلى السفينة الفرنسية للقيام بتفتيش في نهاية المطاف أكمل جنود الجانبين مهمة القبض بنجاح وفي وقت متأخر بعد الظهر انتهت المناورات البحرية المشتركة بين الصين وفرنسا التي استغرقت خمس ساعات جرت هذه المناورات البحرية المشتركة بين الصين وفرنسا في ظروف طبيعية معقدة نسبيا إذ أن الجو كان ممترا ومغيما وبفضل جهود المشتركة للبحريتين تم تغلب على العوامل الجوية المعقدة وانتهت المناورات بنجاح مما عزز من تواصل وتعاون جيشين الصيني والفرنسي